بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله يفعل ما يشاء بسم الله بركة وشفاء بسم الله الذي لا يضر ولا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ننا ونحن نعيش دنيانا في مجتمعاتنا في مسيس الحاجة إلى قدوة وأسوة حسنة هذه القدوة هذه الأسوة التي تجعل الإنسان على طريق الخير والحق قال ربنا سبحانه وتعالى فاستقيموا إليه واستغفروه قال ربنا سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا إن الطريق إلى الاستقامة والفلاح والنجاح يستحق منا أن نبحث عن قدوة حسنة حتى نصل إلى بغيتنا وهدفنا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أحبة الأكارم حين ننظر إلى قدوة وأسوة حسنة لن نرى أعلى ولا أرفع ولا أجمل من حضرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم لن نجد أرفع وأجمل من القدوة الحسنة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في كل أمور الحياة في الطاعة والعبادة هو الذي كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه فتقول له أمنا سيدة عائشة يا رسول الله ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول لها يا عائشة أفلا أكون عابدا شكورا ما أكثر الكلام لكن نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نترجم هذا الكلام لعمل أن نترجمه لسلوك حياتي في مجتمعاتنا لقدوة حسنة لينعكس أثر هذه الأعمال الطيبة وأثر هذا الخلق الطيب علينا على تربيتنا لأولادنا لأننا سنسأل أمام الله جل وعلا عن أولادنا ونحن لهم قدوة يقول نبينا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها ولما كانت المرأة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي تقول لصبيها وولدها تعالى أعطك فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها أمعك ما تعطيه إياه؟ قالت نعم يا رسول الله فقال لها رسول الله أما إنك لو لم تعطيه لحسبت عليك كذبة أحبة الأكارم إننا ونحن نمثل لأولادنا قدوة وأسوة حسنة ينبغي أن نعلم أن أولادنا ينظرون إلينا ويتطلعون إلينا وهم ينظرون إلى سلوكياتنا وأقوالنا وأفعالنا بل إن النبي عليه الصلاة والسلام وهو القدوة والأسوة الحسنة لنا في كل أمور الحياة في أخلاقه في عباداته في معاملاته نبينا الذي قال له مولاه مخاطبا إياه وإنك لعلى خلق عظيم يمثل لنا أروع الأمثلة في العفو يوم فتح مكة وقد وقف خطيبا في الناس ما تظنون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فقال نبينا اذهبوا فأنتم الطلقاء وهم يتذكرون هذا الماضي الحافل بالإيذاء والتعذيب لنبينا عليه الصلاة والسلام لكن رسول الله رسم لنا القدوة والأسوة الحسنة في العفو نعم لننظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام سنرى كل قدوة وكل أسوة حسنة في جميع مناحي ونواحي الحياة ونحن في دنيانا ممتثلين أمر ربنا سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أسأل الله تعالى أن يجعلنا على الدوام من أهل الاستقامة والثبات والخير والطاعة والعبادة والمعاملة الطيبة بفضله سبحانه وتعالى وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة